اهلا بكم في الفيديو ده هنكمل اللي بدأناه المحاضرة اللي فاتت واتكلمنا على الRandom Variable وعرفنا عن ايه Discrete Random Variable هي Real Function Defined on Every Element on the Sample Space بتطبق على كل Element في الSample Space حزب معينة بتطلع منها رقم لو ده Discrete وبتطلع منها Interval لو ده Continuous اخدنا ايه في الRandom Variable عرفنا ايه لحد الوقتي عرفنا الPMF او الPDF Property Mass Function Property Distribution Function وهي ده اللي التوزيع الاحتمال وبتبين لنا قيم الاحتمالات عند كل نقطة في الRandom Variable بكام الCDF اللي هي دلة الاحتمال التراكمية ودي بتجمع لنا الاحتمالات عند النقطة وكل اللي ايه اللي قابلها اقل من او يساوي هنتكلم بقى النهاردة هنكمل عندنا تلات حاجات هنتكلم فيهم Expectation, Variance, Moment Generating Function نبدأ بال Expectation of Random Variable X او E of X يعني التوقع يعني ايه التوقع او بيسموه كمان المين ميو المتوسط او الأفرج كل دي كلمات صح بتعبر عن E of X الـ X هو الRandom Variable زي ما اتفقنا ده اسمه الـ X Small هي الـ Values اللي بياخدها الـ F Small هي الـ Probability بتاعت كل Value اللي هي الـ PMF زي ما اتفقنا ازاي ممكن نجيب قيمة التوقع في الـ Long Run او المتوسط يعني X ده بياخد Random Variable بياخد قيم معينة أرقام معينة ازاي نقدر نعرف المتوسط بتاعه كم في الـ Long Run او بيقولوا عليه كمان الـ Weighted Sum الـ Weighted Sum يعني ايجاية التسمية جاية من كل Value من الـ X ليها Weight معين اللي هي الـ Probability F of X ده الـ Weight بتاعه فلو انا خدت الـ Value ده ربطاها في الـ Weight يبقى انا كده بعمل ايه وجمعت يبقى ده اسمه الـ Weighted Sum ناخد example عشان نفهم احنا نقصد ايه Let X be the number of breakdowns per week of a certain machine Given the following PMF Find E of X مدينا Table في شوية أرقام للـ Random Variable X بيعبر عن عدد الـ Breakdowns اللي بيحصل في ماشين معينة كل اسبوع الـ Breakdowns ممكن يكون 0 بنسبة أو باحتمال 60% 1 بنسبة 20% 2 بنسبة 15% 3 بنسبة 5% يبقى التوقع بتاعنا هيبقى عدد الـ Breakdowns كام on the average فهنبص هنبص هنلاقي اكتر قيمة اخده الـ Probability بتاعتها اكتر قيمة هي 0 فهتلاقي دايما التوقع هيميل ناحية الكفة اللي الـ Weight بتاعها ايه بيميل اكتر الـ Weight الكبير عند الزيرو هتلاقي الـ E of X يطلع رقم قريب اكتر من الزيرو فده معنى الـ E of X طب ازاي بنحساب الـ E of X تاني بنعمل ايه بنضرب كل value X في الـ F of X small بتاعتها يبقى حاصل ضرب القيمة الـ Random variable X في الـ Probability بتاعتها ونجمع يبقى هنضرب الزيرو في الـ Probability بتاعته الـ One في الـ Probability بتاعته الـ Two في الـ Probability بتاعتها والتلاتة في الـ Probability الكلام ده حيطلع وده طبعا رقم يعني قرب ايه بيقرب من ما بين الزيرو والـ One وده لان فعلا الـ Probability عند الزيرو اكبر واحدة فتلاقي الكفة هنا بتميل شوي بيعبر عن ايه ده نقول عليه ده نقول عليه Average number of breakdowns of a certain machine ايه في الـ Long run ناخد مثال تاني علشان برضو نفهم الفكرة اكتر كمسألة بقى بالكلام بيقول ايه Find the expected number of chemists on a committee of size 2 يعني هات التوقع بتاع عدد الكيميائيين اللي حيدخلوا committee مجلس يعني معين المجلس ده فيه اتنين Selected at random from four chemists and three biologists يعني عندنا اربعة كيميائيين وتلاتة بيولوجيين عايزين نختار منهم اتنين X هنا هو random variable بيعبر عن ايه انا لما لقي السؤال expected number of يبقى هنا ده E of X بيعبر عن ايه بيعد عدد الايه اخدها بقى من السؤال عدد الكيميائيين يبقى X بيعبر عن number of chemists عدد الكيميائيين من يفكر بقى معي X هياخد values من كامل لو انا عندي عندي حوالي سبع افراد اهم سبع افراد بختار منهم اتنين عشان يكونوا في مجلس معين في الكوميتي يبقى عدد الكيميائي اللي ممكن اخدهم كام ممكن ماخدش خالص zero or one or two ده كده ده نقول عليه ايه ده values of X او range of X اللي هو random variable نجي بقى نشوف طيب احنا عايزين نعمل ايه عايزين نجيب ال P عشان نحسب ال E of X يبقى انا محتاج الاول احسب ال PDF اللي هي probability of zero بكام وال probability of one بكام وال probability of two بكام لو فكرنا شوية هنلاقي احنا ممكن نعمل three وممكن تتعمل بالتكنيك soft counting لان دي مسألة selection سهلة قوي وزاوية order selection من 7 بختار اتنين يبقى ده كده كل حاجة ممكنة ده denominator اللي هقسم عليه 7C2 اول واحدة بتقول ان مفيش ولا chemists يبقى انا اختارت من الثلاثة اكني اختارت من الثلاثة اختارت الاثنين كلهم تمام الرقم ده حيطلع 3 على 21 طبعا الكلام ده بيتعمل بالكالكولياتور هيطلع واحدة على سبعة انا بس بحسبوا ليه علشان عايزة وريكوا في الاخر ان مجموحهم هيطلع one طيب لو اخترت واحد من الكامستس يبقى انا اخدت من الاربعة C1 والواحد التاني كملتوا من التلاتة اللي هما البايولجيستس يبقى كده الرقم ده هيطلع اربعة على سبعة اخر واحدة عشان اخد الاثنين كلهم من الكامست يبقى من اربعة اختارت اتنين الرقم ده هيطلع اتنين على سبعة بصوا لتشيك كده واحد واربعة خمسة واثنين سبعة على سبعة يبقى كده مظبوط كده اللي احنا عملناه يبقى احنا بنعمل تيبل مش لازم تيبل يعني بس عشان نوضح الموضوع يبقى التيبل بالشكل ده وعلشان اجيب الاكسبكتيشن اي اوف اكس هجيبه ازاي هقول سيجما اكس في اف اوف اكس هاصل ضرب كل كل فاليو في البرابابلتي بتاعتها يبقى زيرو في واحدة على سبعة واحد في اربعة على سبعة اتنين في اتنين على سبعة حيطلع تمانية على سبعة تمانية على سبعة ده رقم اربل ايه اربل وان فحتلاقيه فعلا بيميل كده هنا هو كده الحتة دي لان الويت بتاع الوان اكتر واحد كده فهمنا المعنى بتاع الاكسبكتيشن تعالوا نشوف شوية خصائص بقى الاكسبكتيشن مهمة جدا الاي اوف اكس الليها شوية بروبرتيز كده اول بروبرتي مش هنسبتها هي ان اي اوف اي فانشن من الاكس هي عبارة عن سيجما جي اوف اكس في اف اوف اكس اي فانشن جي اوف اكس بنزلها زي ما هي وبجمع عادي جدا بدرب الفانشن جي اوف اكس في الـ probability عادي خالص يعني مثلا E of expectation بتاع E of X E power X يبقى ده هيساوي A sigma هياخد E power X نفس الفنكشن وهضربها عادي جدا في الـ probability بتاعة الـ PMF بتاعة الـ X الـ probability مهمة ونشوف هنستخدمها في إيه كذا هنستخدمها كذا مرة الحقيقة النهاردة في المحاضرة أول استخدام نستخدمها عشان نسبة الـ probability رقم 2 رقم 2 بتقول الـ probability مهمة جدا بتقول لو عندنا وعملنا منه كده اسمها AX plus B A و B دول ثوابت فالـ A بتطلع برة دلة الـ E بتتوزع الجامعة عادي وبيطلع برة والـ E of B يعني لو وزعنا الكلام ده بالراحة كده هنقول E of AX زائد E of B هنوزع عادي وهنلاقي إن الـ E of AX الـ constant بيطلع برة زي ما هو تبقى A E of X و الـ B الـ constant ده constant الـ expectation بتاعه بيبقى هو نفسه هنشوفها بردو دي هنثبتها مع بعض فالكلام ده عايزين نسبته G منين طيب عشان نعمل الـ proof أنا كتبتها بس عادلة بالترتيب المنطقي اللي اتعاملت بي الـ proof هنبدأ من الـ left hand side هنبدأ من الطرف الشمال اللي هو E of AX plus B وانطبق القانون using property رقم واحد using one كانت بتقول إيه؟ بتقول إن الكلام ده بيساوي أخذ الفونكشن زي ما هي اللي هي G of X أهي وهضربها في F small of X كل اللي هعمله إن أنا حوزع واستخدم sigma notation properties فهنوزع AX يبقى هنوزع sigma على AX في F of X plus sigma B في F of X طبعا السيجما نوتيشن معروف إن أي constant ما فيهوش الكاونتر أو الـ index X ده بيطلع بره عادي فهتطلعها بره وهقول sigma X في F of X وبي برضو تطلع بره sigma F of X اللي هنلاحظه هنا هنلاحظ هنا إن sigma X في F of X هي E of X وسيجما F of X بس هي الـ one لأن مجموعة احنا اتفقنا مجموعة الـ PMF على كل قيم الـ X بيطلع ومن هنا هنوصل للمطلوب إنها A في E of X زائد B وبكده نبقى أثبتنا المطلوب آخر بروبرتي هنقولها هي E of constant C ده constant طبعا دي سهل جدا نسبتها أي expectation لرقم constant هو constant يبقى هو نفسه يبقى ما قولك expectation بتاع خمسة طبعا ده constant يبقى هو نفسه طب جات ازاي سهل جدا الاسبت very trivial يعني إن أنا هقول كده sigma definition بتاع بيسوي sigma C في F of X أي constant بيطلع بره sigma و sigma F of X بإيه ب1 يبقى تطلع C أثبتنها بمنتهى السهول نشوف example تاني عشان نشوف هنطبق الproperties دي ازاي دي بتسهل علينا فالمثال اللي قدامنا ده مدينا PMF لrandom variable اسمه X بياخد قيم 1 2 3 4 عايزين أول حاجة نجيب E of X وبعدين عايزين نستخدمهم عشان نحسب كمان E of other random variables اللي هما Y عبر عن 10X هل في علاقة بين E of Y و E Of X اه طبعا E of Z و E of X او E of Y من هنا فده اللي احنا هنعمل اول step عندنا ان احنا هنشتغل عادي خالص ونجيب E of X الاول E of X هي sigma X F X يبقى هاخد كل value من X واضرب في probability بتاعتها 1.2 1.2 ليه لأ برضو بصة كده بسيطة هلا ان اكتر probability عند X 1 اكتر قيمة ده weighted sum يبقى هاي هاي مين لحية الكبير يبقى هاي بقرب 1 اكتر حي ده ال average بتاع X طيب العلاقة بينه بين Y Z و W هلا اول واحدة اول مطلوب العلاقة بين Y X هي 10 X والعشرة بتطلع بره الكنستن بيطلع بره E زي معرفنا من ال properties يبقى هنضرب العشرة في ال expectation اللي طلعنا اللي هيطلع 12.48 تاني واحدة ومدينا Z Z عبارة عن Y plus 50 يبقى E of Z هي عبارة عن A هي عبارة عن E of Y plus 50 طيب E بيتوزع ازاي عالجمع بيتوزع عادي خالص E of Y plus E of 50 أي constant E هو نفسه يبقى 50 يبقى حلقة نفسي بجمع E of Y اللي أنا طلعتها زائد أجمع عليها 50 تطلع 62 و 48 من اي نشوف دي برضو فكرتها ايه W مدينا W ده بعبارة عن E of X squared ازاي ايه جديد هنا اللي هنعمله X squared دي function من X يبقى هستخدم القانون هنزلها زي ما هي X squared لها G of X هنا في F X يبقى المرة دي هضرب كل X squared في probability بتاعتها يبقى 1 squared في probability بتاعتها وهكذا بقى هتطلع بالشكل ده دي بتمثل هنتكلم على variance هنلاقي هنلاقي فيه معنى للموضوع ده اللي هو E of X squared ده بنحتاجه عشان نحسب variance بقى E of X اللي هو mean او expectation طب E of X squared هنحتاجه في ايه هنحتاجه عشان نحسب variance تعالوا بقى نتكلم على variance بالراحة ونشوف كل الاسامي بنسمي variance يعني variance برضو ساعة تكتب كده وساعة تكتب كده او بنكتب كمان sigma squared ليه sigma squared لان sigma ده عندنا حيجة اسمها standard deviation او الانحدار المعياري standard deviation هو square root of variance يبقى في علاقة بين variance والstandard deviation ايه في واحد مربعة تاني يبقى variance هو square root of variance والstandard deviation هو square root of variance المعيار بتاع variance ايه او بيعبر عن ايه بنلاقي انه بيعبر عن dispersion او التشتت او variability التنوع في الارقام لاندي شوية درجات اذا كان variance كبير ده معناه ان الدرجات دي متنوعة يعني ايه متنوعة يعني بتبعد قوي مسافات عن المتوسط اللي هو المين يبقى هو بيقيس how far distance between data and average الحقيقة هو بيقيس المسافات ما بين data و average عشان كده definition بتاعه سهل جدا بنقيس الفرق ما بين x المين تمام الحقيقة ده قانون اولاني واحنا يعني في الحسابات مش بنستخدمه كتير بنستخدم قانون تاني وده الاسهل هو ان variance بيساوي الفرق ما بين e of x squared ده كده اللي هو sigma x squared في f of x ناقص e of x اللي هو sigma x في f of x اللي جيبناه قبل كده اللي هو المين السكويرينج بتاعه فهنلاقي القانون ده اسهل بكتير e of x squared minus mu squared نشوف اه البروبرتيز بتاعة variance اللي هتختلف على expectation اول فرق ان لو في مضروف ال x بيطلع برا variance squared يعني بيطلع متربع يعني لو عندي v of 2 x هيبقى علقتها بال variance اطلع الاتنين برا ب 4 v of x طب يعني الكلام ده جيم محتاجين نثباته الاسبات يعني اعرق للمعرفة فقط اسبات رياضي مفوش اي حاجة يبدو طويل شوية لكن يعتمد على السيرز برضو او sigma notation بالراحة كده مع بعض هنستخدم هناخد left hand side اللي هو v of ax plus b وانطبق القانون بتاع variance لو v of x بيساوي e of x square يبقى هنا v of x هي مش x اسمها ax plus b يبقى حول e of ax plus b square ناقص ناقص e of ax plus b all square حتة دي لو سخيفة يعني جريها وخد ادخل على بعد بس احنا بنحب نسبة الحاجات اللطيفة اللي فيها اثبتات مش صعبة فيها اثبتات فيها شوية math بسيطة كده طيب يبقى هنا دي هتتعمل ازاي هنقول ساوي دي فانكشن في اكس يبقى سيجما هنفكها بقى بالسيجما يبقى ax plus b all square في f of x ودي هتبقى احنا بنفكهم دلوقتي بالسيجما ax plus b في f of x all squared طيب اي squared حنفكه ونوزعه يبقى sigma حنفكه يبقى ax squared plus 2 a b x plus b squared كل ده مضروب في f of x ناقص هنا نفس الكلام نوزع يبقى ax دي اول واحدة وسيجما b في f of x كل ده all squared هنبدأ بقى نكمل توزيع يبقى a squared x squared f of x 2 a b sigma x في f of x اي constant بيطلع برا هنطلع برا كده طيب دلوقتي دي هتدينا a a squared e of x squared ودي هتدينا a 2 a b e e of x ودي طبعا ب 1 زي ما اتفقنا قبل كده ايه بقى تدينا ده الجزء ده الجزء الثاني هنعمل نفس الكلام a هنطلع برا sigma x f of x يعني e of x و sigma b b تطلع برا تبقى b بس و sigma f of x 1 كل ده squared لما نيجي نفك ال squaring هتلاقي في حاجات بقى بديها مع بعض بقى e of x هنوزع ال squaring هنا وهنا و b squared ناقص 2 a في b في e of x اللي ممكن يضيع لو طرحنا الاتنين من بعض ايه الحاجات اللي شبه بعض هنلاقي 2 a b x دي بالناقص وهنا بالزاقت فدول كده هيروحوا مع بعض b squared هتروح مع b squared برضو هيتفضل عندنا ايه a squared e of x squared ناقص a squared في e of x all squared ده طبعا لو اخذنا a squared common factor هيتفضل e of x squared ناقص e of x all squared ده اللي هو v of x وبكده نبقى اثبتنا المطلوب ده كده اللي هو right hand side يعني كتاب دو طويلة لكن هي سهلة ينفاش حاجة احنا عملنا احنا فكينا على مهلة كده قعد كده في البيت فك ووزع ووزع السيجما هتلاقي في حاجات تشطب مع بعض من هنا وصلنا ان اي constant جو الvariance عايز تطلعه برا يطلع ايه تربية يبقى احنا اهم حاجة ازاي نستخدم الرول دي تاني البروبرتو دي بدي هي قوي وهي ان الvariance بتاع اي constant طبعا هو constant يبقى ايه التنوع في بزير وما فيش تنوع لو عايزين نسبتها اثبتها سهل جدا برضو هنقول ايه هنفك باستخدام القانون بتاع الvariance يبقى e of c squared ناقص e of c all squared صح كده e of نفسه وe of c برضو هو c all squared شايفين تطلع 0 الكلام بديه جدا ولكن يعني عشان لو حبينا نثبته او نقنع نفسنا بيه هنلاقي كمان مش بس كده لو في كمان عندنا x y two random variables هنقول بقى دول من غير اثبات عشان الوقت x y اثنين random variables ايه علاقة e لما تدخل عليهم وال v لما تدخل عليهم طريقة التوزيع هتكون عاملة ازاي او هزود عليها كمان حت انا كمان هزود بالمرة هزود على القانون بالمرة c عشان ايه يبقى كده قولنا كل حاجة e بتتوزع على c على اي براكت ازاي بنوزع الجامع عادي e of ax plus or minus e of b y plus or minus e of c فهتلاقيها a تطلع برا e of x plus or minus b e of y plus or minus e of c هي نفسها c يبقى ال expectation بيتوزع على الجامع والطرح زي بنفس الاشارة لو في جامع بيبقى جامع لو طرح بيبقى الطرح مفيش مشكلة الvarian بيعمل ايه نقولها بقى على طول دي الvarian لما بيتوزع الconstan بيطلع برا squared يبقى a squared v of x فلو الconstan بالnegative او positive انا كده كده هربعه فمش هيبقى في اشارة سالبة خالص فهيبقى b squared v of y واي constant مش هيظهر في الvarian نشوف الاجزامبل ده نطبق عليه الكلام اللي قلناه for the given pmf مدينا جدول في ال x وال pmf عايزين نجيب الvarian of x الvarian of 2x وعايزين نجيب standard deviation sigma x كده كده قبل اي خطوة عشان نجيب الvarian دايما نتعود كده انك مش تعرف تجيب الvarian ما غير المين يبقى قبل اي خطوة اول step لازم نجيب ال e of x ال e of x اللي هي sigma x في ال f of x او ال waited sum يبقى يبقى هنجيب المين بالطريقة دي عشان نحسب الvarian عندنا قانونين او عندنا طريقتين انا هقول الطريقتين وطبعا هتلاحظ انت ان فيه واحدة اسهل متين بس عشان ايه دي اول المسألة بنحلها فنقول الطريقتين احسن method 1 و method 2 اول method ان انا استخدم اللي هو e of x squared ناقص e of x all squared e of x squared روح اجيبها يبقى sigma x squared في f of x وده e of x ده احنا جيبناه خلاص بالفعل اللي هو 0.65 squared طيب هنروح نعمل ايه هنعمل waited sum برضو هنا بس بدل ال x هنشلها ونحط x squared هيطلع بالشكل دا يبقى عملنا ايه sigma x squared f of x ضربنا كل x تربية في probability بتاعتها وطرحنا منها mean squared دي الطريقة الاولى ودي الاكسر استخداما الطريقة التانية ان انا استخدم القانون ده اللي كتبناه الاول اللي هو e of x ناقص mu all squared يعني ايه يعني هعمل هجيب differences هروح ايس differences ما بين كل x و mu وهعمل لها wait sum برضو في f of x يبقى انا هعمل table عندي table في ال x هحتاج بقى و table في f of x هحتاج ان انا اعمل ايه احسب الفرق ما بين ال x ناقص mu اللي طلعناه هنعمل هنزود روز يادة اللي هو بيمثل differences ما بين كل x وال mu اللي طلعناه ده بيحتاج طبعا ان احنا نجيب قبلها mu وال mu احنا جبناها خلاص ب 0.65 هنملك جدول ده ونشوف مع بعد يبقى عملنا ايه زودنا روز يادة للفرق ما بين كل x وال mu اللي احنا طلعناها وفي الاخر هنعمل ايه هنجمع كل ويت sum برضو بس المرة دي هنضرب x اللي هو الفروقات دي differences دي اللي احنا قسناها squared في probability يبقى كل فرق طلعناه هنربعه ونضربه في probability بتاعته بالشكل ده طبعا هيطلع نفس value اللي احنا طلعناها في الطريقة الاولانية الطريقة الاولى هي الاكثر استخداما في طريقة ثالثة بقى ولا دا ولا دا احنا كده عشان نفهم لكن الطريقة الثالثة طبعا بتتعامل بالكالكوليتر بس طريقة الكالكوليتر بالستاتيك مود بتعتمد ان يكون بنحسب بيها standard deviation والvariance تعتمد ان يكون عندنا data وكلهم equally likely يعني كلهم probability بتاعتهم زي بعض اما لو الويت بتاعهم او probability مختلفة فحنضطر ان احنا نعمل variance بالطريقة دي بقدينا تمام طيب السؤال كان عايز variance وكان عايز V of 2x العلاقة بين V of نكمل بقى هنا يبقى V of 2x هي عبارة عن 4 طلعنا الاثنين برا squared من V of x هتطلع 4 في الرقم الجبنية دا يبقى 3.31 و standard deviation sigma x هو square root of variance يبقى هنعمل square root للرقم اللي طلعنا 0.8275 هتطلع 0.9 دا اسمه standard deviation انما دا اسمه variance بقى variance لكن دا standard deviation نشوف example يكون practical شوية المعنى نقرأ كده بالرحة ونشوف مع بعض معنى الكلام 2 new product designs are to be compared on the basis of revenue potential on the long ground لدينا اتنين design بنقارنهم ببعض according to ال revenue اللي هو الدخل اللي جاي من marketing estimates that the revenue from design can be predicted accurately by to be 3 million dollars التسويق اثبت او قدر ان هو يتوقع ان الدخل اللي جاي من اول design a from design a في revenue 3 million dollar معروف دا كده from a the revenue potential of design b is more difficult to assess لكن الدخل اللي من design b مش معروف قوي او اصعب شوية انه يتحسب بس حسبوه بطريقة معينة marketing concludes that there is a probability of 0.3 هنا بقى قلت ان في probability 0.3 that the revenue from design b will be 7 million dollar يعني فيه احتمال انه يكون 7 million dollar بنسبة 30 في المية however there is a probability of 0.7 بقيتهم بقى 70 في المية حيكون كام that the revenue will be 2 million دولار دا بالنسبة لأ from جاي من design b a a calculate the mean and the standard deviation of the revenue from each design a نقص يوم إن عندنا X ده معناه إن ده 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 ريفينيو اللي الدخل بتاع فروم الجاي من ديزاين E و Y ده ريفينيو فروم ديزاين B إيه اللي معروف قوي المين أوف X E OF X معروف ده ريفينيو فروم ديزاين A قالك معروف جدا إنه ما هو بكام بتلاتة مليون دولار يبقى دي كده 3 مليون دولار ده ودي بنسميها حاجة يعني حاجة محددة ما فيهاش خالص وبالتالي بتاعها بيبقى مش إيه مفيش بزيرو لأنه وبالتالي برضو بيبقى زيرو دي حاجة تمام تمام أما بقى الواي لا الواي لقينا إن هي بأخذ قمتين بنسبة آآ تلاتة من عشرة دي بتاخد فاليو سبعة وبنسبة سبعة من عشرة بتاخد فاليو اتنين دي كده الواي دي بتمثل الواي وكأنها كده ده احتمال الواي فيبقى E OF Y عبارة عن إيه إزاي أحسب المين بتاع الواي هو عبارة عن سيجما واي في F OF Y هعمل ويتت سام هدرب كل فاليو في الروبيلتي بتاعتها يبقى سبعة مليون دولار في تلاتة من عشرة اتنين مليون دولار في سبعة من عشرة ده كده هيبقى الأفريج أو التوقع أو الاكسبيكتيشن هيطلع هيطلع تلاتة ونص اوكي دي كده E OF Y عايزين نجيب ال V OF Y نجيبها ازاي يبقى ال V OF Y هنجيبها ازاي ال V OF Y لازم نجيب الاول ال E OF Y سكويرد ونطرح منها ال E OF Y ال V OF Y سكويرد نجيبها ازاي هنعمل نفس الكلام ويتت سام برضو بس بنضرب في L سكويرد فاليو مش الفاليو نفسها يبقى في ال Y سكويرد يبقى السبعة سكويرد في O.3 اتنين سكويرد في O.7 ونطرح منها التلاتة ونص دي سكويرد اوكي هيطلع 5.25 ده كده ال VARIANCE هو عايز ال ال STANDARD DEVIATION يبقى ال STANDARD DEVIATION بتاع ال Y هو عبارة عن سكويرد روت للرقم ده هو سكويرد روت لل 5.25 هيطلع 2.29 ده مثال لانه موضح لنا الفرق ما بين انه بقى فيه random variable deterministic معروف امتو بس عايتها اي بتاعته هي نفسها لان اي اوف سي هي سي والذي اوف سي هي بزيرو مالوش مفيش هنا تنوع في constant تمام طيب لكن لو ال y على عكس بقى deterministic هنقول عليه probabilistic يعني فيه probability هنا probabilistic او stochastic الكلمة ان صح probabilistic random variable يعني كله قيم بتختلف باختلاف probability اللي هو اللي احنا قلنا اللي بي ام اف يعني فساعة هنجيب له ال e ازاي عرفنا ساعة هنجيب له ال varians ازاي عرفنا وال standard deviation هي بقى ال square root بتاع ال varians تمام كده كده خلصنا ال e وال v او ال expectation وال varians اخر حاجة هنتكلم فيها دلوقتي هي moment وركزوا معي شوية moment generating function هي function زيادة حاجة زيادة بتتحط لل random variable وبتتحسب له علشان بقى هدف معين يمكن يبين اهميتها اكتر في ال continuous random variable بصراحة يعني هي تبين اكتر في ال continuous ال continuous random variable علشان نحسب ال expectation وال varians بنعمل integration احيانا ال integration بيبقى صعب بيبقى صعب فيه functions تبقى صعب بان انا عمل لها integration صح؟ اتعلمنا كده في الماث المومت generating function هتخلينا نجيب المين وال varians by differentiation بالتفاضل which is a which is easier فهو ده السبب الحقيقي لإيجاد المومت فاحنا هنحس باهميتها اكتر واحنا بنتكلم في ال continuous random variable مش دلوقتي بس احنا دلوقتي هنعرفها عشان ده البداية بتاعتنا او المدخل بتاعنا ايه هي المومت generating function mgf moment generating function وبنرمز لها بالرمز mx of t المومت generating function is a function that can be used to derive various moment of random variable هي بنستخدمها عشان نجيب منها اكتر من moment ازاي مثلا انت عندك المومت الاولاني first moment ده اللي هو المين e of x second moment اللي هو e of x squared the earth moment المومت رقم r هو e of x اصار فيبقين general الرول دي مهمة جدا in general هنبروزها المومت رقم r هو عبارة عن e of x اصار طيب هي ايه الاول تعريفها بتيجي من ايه بتحسب ازاي بتتحسب برضو من pdf او pmf بتاعت ال random variable هي عبارة عن e of e to the power tx يعني ايه e to the power tx قولنا e of اي function هي عبارة عن sigma ونحط الفنكشن زي ما هي ونضربها في ال pmf فها هي sigma e of tx في f of x هنلاقي ان احنا لو اخدنا المومت جينريتنج فنكشن دي عملنا لها تفاضل differentiation with respect to t وجينا عوضنا بعد كده عن التيب سفر احنا كده بنجيب اول ايه اول مومنت اللي هو e of x يبقى كده كأننا جيبنا ايه المين يبقى احنا ممكن عن طريق المومنت نجيب المين او طبعا بطريقة سهلة by differentiation ده اللي انا بقوله لك يبقى المومنت دايما هتخلينا نجيب المين by differentiation انما وهتخلينا نجيب ال variance بردو كمان شوية by differentiation انما الطرق العادية المين وال variance بيجابوا by a by sigma او by integration في الحالة ال continuous طيب لو عايزين نجيب second moment دي اسمها كده المين او first moment لو عايزين نجيب second moment نعمل ايه ناخد برضو المومنت بس هنعمل لها اتنين مرتين differentiation يبقى second derivative وبعدين نرجع نعمل نعوض عن تيب سفر يبقى دي بيدينا e of x squared او second moment لو انت معاك e of x وال e of x squared تقدر تجيب ال variance بسهولة لان ال variance هو e of x squared ناقص e of x all squared فلو جبنا first moment وال second moment يبقى هنقدر نجيب اهو هنسمي دي مثلا ميو 2 ميو 1 first moment ودي ميو 2 second moment فال variance بيسوي ميو 2 ناقص ميو 1 squared قانون ده مهم جدا ونستخدمه في حل المسائل يبقى علاقة ال variance بال moment هي المومنت second moment ميو 2 ناقص الفرست مومنت squared يبقى in general خلينا نقول القانون تاني in general in general in general e of x squared هي عبارة عن d by dt بعمل تفاضل كم مرة r من المرات للمومنت generating function وبعدين اعوض عن t بسفر يبقى انا كده طلعت the earth moment يعني المومنت رقم r اللي هو اسمه ميو r طيب الكلام ده جميل قوي بس يعني شكله غريب وبرده يعني احلقت التفاضل بال e of x عايزين نثبته وبرده لو الاثبات حسيته ان افهمه لو الاثبات حسيته يعني مدائك ولا حاجة عاديه بس افهمه الاول عشان تعرف الكلام ده جمنينه على فكرة الاثبات مش صعب وجاي برضه من الماثيماتيكس جاي من expansion بتاع e e of x e of x expansion بتاعها maclaren expansion كنا اخدناها قبل كده 1 plus x plus x squared over 2 factorial x cubed على سريف factorial وهكذا فلو هي e of x t هتفرق حاجة هتفرق حاجة فيه هنحط بس هنزود t كده وهتتحط زي ما هي هنريبليس كل x بت t of x دي مفهومة فهنيجي نعمل كده دلوقتي ونشوف الكلام ده هيقدي ليه هناخد كده left hand side اللي هي mu x شوف كده mu x of t moment generating function هو عبارة عن e of ونشيل ال e ونحط الماكلوران expansion بتاعها يبقى x t plus x t all squared على 2 factorial x t all cubed على 3 factorial وهكذا تعال نشوف كده لو احنا عندنا نوزع ال e طبعا الاول زي ما تعلمنا ال e بتدخل على 1 تبقى 1 لان ال e بتدخل على constant تبقى نفسها ال t ده هنا هيتعامل معاملة اي هتلع بره ال e خالص لان ده بره ال random variable يبقى هنوزع e of x ونطلع t bar هنا هنطلع أي constant بره يبقى t squared على 2 factorial وهنا e of x squared لبعدها هتبقى ايه هنطلع t cubed على c factorial e of x cubed تعال نشوف بقى الشكل اللي طلع علينا ده ازاي بقى عن طريق ازاي ده الوقت انا هزبط ان عن طريق moment generating function لو فضلت مرة لو فضلت مرة وبعدين عوضت عن t بصفر ده بيديني e of x بس طب ازاي تعال نشوف كده تفاضل تعالوا نعمل d by dt differentiation with respect to t وبعد كده then طب نعملها على خطوتين نعمل الاول derivative بالنسبة t يلا d by dt ل moment generating function للشكل اللي طالع علينا ده اللي expansion اللي طالع علينا ده هديني 1 التفاضل بتاعه بزيرو t في اي حاجة هيبقى derivative بتاعها e of اللي هي جانب t وبعد كده وهكذا اللي بعده هيبقى ايه بقى هننزل e of x squared زي ما هي وهنا هيبقى 2t على 2 وشوية حاجات كلها فيها t لو جيت عوضت at t بتسوي zero يعني جيت عوضت عن t بزيرو هلاقي كل الترمات اللي بعد e of x اضيها ويطلع فعلا d by t لمu x of t at t equal zero بيطلع ايه e of x لو قررنا الكلام ده وعملنا كمان second derivative عملنا تفاضل تاني هلاقي المرة الجاي بقى هيظهر second derivative كزا نسقن فهنوصل ل proof بتاع الشكل ده فده السبب يعني ده السبب ان نرجع تاني بقى ده السبب اللي بيقول ان is called the first moment and in general the earth moment هو e of x or يبقى عن طريق moment generating function اقدر اوصل لاي e of x power اي حاجة اي رقم بقى e x e x squared e x cube و هكذا ازاي بعمل differentiation مرة وبعوض تي بزيرو وبعدين اعمل تاني differentiation وعوض عن تي بزيرو لحد ماوصل للشكل اللي انا عايزه احنا مش محتاجين غير بصراحة يعني غير من الكلام ده غير حاجتين محتاجين نعرف المومنت بنستخدمه في ايجاد المين ازاي وال variance ازاي زاي ما شفنا كده فاحنا في النهاية مش عايزين earth moment ولا حاجة احنا عايزين first moment هو ده وعايزين second moment اللي هو ده ومنه نجيب variance عن طريق relation ده اللي احنا محتاجين نعرف ناخد example عشان ايه منحسش ان الموضوع يعني صعب اوي كده let x be random variable with the following pmf مدينة table في random variable x والprobability بتاعته طبعا احنا لو عايزين نجيب e of x عارفنا sigma x في f of x هنا هو عايز يجيب moment generating function وعايزين نجيب منها e of x ونقارن ما بين e of x اللي تعلمنا قبل كده وال e of x اللي هتطلع ونشوف هيتطلعوا زي بعض ولا لا فمبدئيا كده بدرب كل x في f of x بتاعته طيب دي كده e of x اللي احنا اتعلمنا تعال نشوف بعد الوقت المومنت generating function دي بتتجاب ازاي من التعريف mu x of t عبارة عن e power e of e e of e tx يعني sigma e power tx في f of x يبقى نعمل دلوقتي نشيل كل x ونحط value باول لحدة هتبقى e power t زي ما هي ونحط x بتلاية يبقى 3t في 3 من عشر بعدها تبقى e 4t e 4t في 3 من عشر x اللي بعد كده يبقى e 8t في 2 من عشر e قص 10t في 2 من عشان نجيب منها e of x هنعمل a هنعمل differentiation with respect to t ونعمل تفاضل بالنسبة t وبعدين نرجع نحط t 0 نعمل على خطوتين الأول نعمل التفاضل تفاضل ينزل تفاضل e هي نفسها في الرقم المضروبة في e وهكذا وبعد ما نخلص خالص هنعمل ايه هنعوض عن t بتساوي 0 لما هنعوض عن t بتساوي 0 في كل واحدة هتبص رجعتنا اهو e 0 1 يبقى 3 3 من 10 4 3 18 8 2 من 10 بصوا كده وولولي اللي طلع ده ايه مش ده بالزبط نفس الويت الصام اللي احنا طلعنا فوق ده نمر 2 وده نمر 1 وهنلاقي ان 1 هو 2 يبقى moment generating function ممكن تجاب بطريقتين زي ما انت شفتو الطريقة العادية traditional قصدي المين اسفق قصدي المين ممكن يجاب بطريقتين بالويت الصام وهي الطريقة العادية او عن طريق moment generating function طبعا انا عارفة انت دلوقتي بتقول ايه بتقول ان انا ما كسبتش حاجة بالmoment generating بالعكس انا طولت وانا شايف انها اصعب لي بتدوهلنا الحقيقة انا هقول تاني اهميتها بتظهر في continuous مش في discrete اهميتها بتظهر في continuous اكتر لان في discrete الموضوع كده كده سيجما فمش فرق بالعكس يمكن المومنت سكتها اطول شوي تعال بقى نشوف ال continuous قدام وهنرجع لها تاني الحتة دي لما هنروح نعمل ال E هنلاقي بنعمل هنا عملية integration ساعات ال integration بتاع P ال X في F و X ده بيبقى صعب فمش بعرف اعمله فالاحسن ايه الاسهل ايه ان انا اروح اعملها بال moment اعمل differentiation كل الدوال بنعرف نعملها تفاضل لكن مش كل الدوال نقدر نعمل لها تكامل فكيبي دلوقتي لحد ما نبقى نرجع لها تاني واتبان اهميتها طب نشوف ال اجزامبل ده given that F equal بالشكل ده 1 على 8 3 C X و X بياخد value 0 1 2 3 ده discrete random variable then use it to find عايزين نستخدمها لإيجاد المين E of X وال E of X squared والvariance زي ما اتعلم فاحنا اول حاجة اول خطوة هنجيب ازاي المومنت generating function يبقى هنستخدم المومنت generating function mu X of T عبارة عن E of E to the power X T يعني هنعمل sigma E of X T في F X يبقى هنعمل ايه هنعود عن X 0123 ونعود في الكلام يبقى هنشوف هنشيل كده F of X ونحط بقى F of X اللي وضع لنا دي هي 1 على 8 الكونستانت بيطلع بره 3CX يلا نعود يبقى 1 على 8 ده constant يطلع بره ونعود مرة X بسفر X بسفر كلكم عارفين E قص 0 بواحد و3C 0 كمان بواحد فدي بتبقى 3C1 E Q A T اللي بعدها تبقى ايه 3C2 E Q 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 ده الاكسبانشن. يبقى لما نرجع للمسألة بتاعتنا ممكن ان احنا نلاقي يعني نستنتج ان ده عبارة عن ايه? عبارة عن وان بلاس محتاجة تتوضح شوية محتاجة كمان خط يعني كمان سطر تاني عشان تبان اكتر. ماشي. يبقى واحدة ثمانية وان بلاس. سري سي وان اي او سيتي. دي زي ما هي. دي كده سري سي تو اي او ستي او السكويرد صح? متجيه اياها اي او ستي او السكويرد. ودي سري سي سري اي او ستي او لباور سي. دي كده بانت شوية دول كده عبارة عن اكسبانشن بتاع وان بلاس اي باور تي او لباور سي. فعلا ده كده ده المنظر بتاعنا يبقى احنا كده جبنا المومنت جنريتينج فونكشن. ازاي نستخدمها بقى? then use it to find e of x. يبقى انا هكتبها تاني هول نفسي. يبقى المومنت جنريتينج فونكشن طلعت واحدة على تمانية. one بلاس اي باور تي. to the power three. ازاي نستخدمها عشان نجيب المين. اللي هو الميوان او الفرست مومنت. اللي هو المين. سميناه المين او الفرست مومنت. هنعمل ايه? هنعمل دي باي دي تي. هنعمل. وبعدين نعوض عن التي بتساوي زيرو. في الاخر. يبقى الاول هنعمل. وبعدين نعوض عن التي بتساوي زيرو. يلا. نعمل بالنسبة للتي. واحدة على تمانية تنزل زي ما هي. الباور تبقى تي بزيرو كده. يبقى واحد على تمانية تنزل زي ما هي. والتلاتة تنزل زي ما هي. واحد زائد اي قص سفر بواحد. واحد زائد واحد اتنين. اتنين تربيع يبقى باربعة. واي قص سفر بواحد. يطلع الاجابة هتكون اربعة في تلاتة. يعني اتناشر على التمانية. يعني تلاتة على اتنين. ده كده اللي احنا جيبناه ده اسمه ايه اسمه? الفيرست ايه مومنت. اللي هو? اللي هو المين? ازاي يجيب الساكند مومنت اللي هو اي اوف اكس سكويرد. واحد ايه غلط وتقول ان الساكند مومنت هو الفيريانس. لا. هو اي اوف اكس سكويرد. هنعمل ايه تفتكر? هنعمل كمان مرة دي تو باي دي تي سكويرد. هنعمل ديفرينشيشن كمان مرة للمومنت. يبقى هناخد الدرافاتف اللي احنا جبناه فوق. ونعمله كمان مرة ايه? ديفرينشيشن. اما نخلص نحط تي بزيرو. ازاي بنعمل اه دريفاتف اللي حاصل ضرب. زي ما انت شايفين كده. اه. في اه ده تلاتة عالتمانية ده بره. وده كده حاصل ضرب حكتين في بعض. في يبقى الاولى في ازاي التانية في الاولى. فهنعمل كده. دلوقتي. يبقى الاولى ايه التانية. بلس. طبعا تلاتة عالتمانية مضروبه ايه? بر خالص. في التانية في درافاتيف الاولى. بنزل القص واطرح من القص واحد. في قصتي كمان مر. ده كده شكل هنعود بقى عن تيب زيرو. تلاتة على التمانية. كده كده ممكن التلاتة على التمانية تطلع بره للتعويض خالص. يعني ممكن نعمل كده. وبعدين نعود بقى عن تيب زيرو دلوقتي. يبقى وان بلاس وان. تو بلاس. تو سكويرد. بلاس تو في وان في تو في وان. يبقى كده هتطلع الاجابة. آآ اربعة زي اده اربعة تمانية في تلاتة على التمانية يعني تلاتة. دي كده اللي احنا جبناها كان مطلوب آآ ان نجيب كمان الفاريانس. يبقى احنا كده جبنا خلاص جبنا الايه? اللي هو ميوتو وجبنا الفرست مومنت ميو وان. الفاريانس بقى نجيبه ازاي? الفاريانس عبارة عن اي اوف اكس سكويرد. ناقص اي اوف اكس. يعني ميوتو ناقص ميو وان سكويرد. يبقى هنشيل ميوتو نحط تلاتة ناقص ميو وان اللي جبناها اللي هي تلاتة على اتنين سكويرد. وتكون الاجابة. هتطلع في الاخر تلاتة على اربعة. بكده نكون خلصنا المحاضرة. آآ استخدمنا آآ النهاردة معلش شوية قوانين حلوة كده واثبتنا اثبتات كتير. آآ اهم حاجة تكون فهمت الفكرة وتكون فهمت كمان ازاي تطبقها في الحل بتاع المسائل. آآ باي ذا وي برضو افتقرت قانونين مهمين. آآ بنستخدمهم في حل المسائل المين والفاريانس والكلام ده. هم المفكوك بتاع آآ 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 المجموع بتاع آآ 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 المجموع بتاع آآ بلاس اي بلاس اي سكويرد بلاس اي كيوب. ده آآ لكن ليها مجموع. الصم بتاعها بيبقى one over one ماينس اي بس بشارط ان الاي كون بتاعها اقل من الواحد يعني اي من ناقص واحد الواحد. كمان في آآ آآ سيرس تانية. هتقابلكو برضو في المسائلة بتاعتها آآ آآ الاكسبانشن ده. اللي هو one plus two a plus three a squared اللي هو انت عندك ار مينس one اي توزي باور ار يعني اه سوري ار بلاس وان اي توزي باور ار يعني هنا في دايما بيبقى رقم اكبر بواحد. دي دي سيرس مشهورة اسمها بينوميال سيرس. والصم بتاعها برضو حتى هي انفينت. لكن الصم بتاعها معروف آآ بالشكل ده one over one minus a all squared. وده جي منين سهل قوي نسبته. لو سيبتك تفكر شوية. هيتثبت من دي. لو احنا عملنا لها differentiation. لو اخدنا الجيوماتريكسيز عملنا لها differentiation with respect to الاكس. مثلا اخدنا سيجما اي توزي باور اكس. عملنا لها d by dx. هيطلع ال binomial series expansion بمنتهى السهولة. لو عملنا differentiation with respect to الايه. اوكي. طيب اتمنى يكون الكلام واضح. خدوها بس كقوانين كده. واهم حاجة تبقوا فهمته. يبقى احنا كده خلصنا قصة ال random variable تماما. يبقى هنتكلم بقى في المرات الجاية على هناخد ال examples من discrete random variables distributions تكون مشهورة. بنستخدمها في الحياة. وبعد كده نعيد الكلام تاني بقى على ال continuous random variable. شكرا لكم.